على اكسبريس افام اه في برنامج اه سات سيوخ سات انتوما ما نشأت عزوز حتى النص نهار اه منال محمد اه مرحبا يا اسلامة اه كيما كل اسبوع اه اتبعوا في البرنامج اه نشوفوا احداث الاسبوع ويعلق عليها ضيف اه سياسي اليوم ضيفنا سي سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من انجل تونس مرحبا بيك سرحان شكرا على دعوة مرحبا مرحبا بكافة المستمعين باي مش بديهم من الول ساعة فريق قومي البرح اه اه تعادل مع الفريق اه المالي بعد انهزام مع فريق ناميبيا كيفش تقيم المشاركة تاع الفريق القومي التونسي في كان الفين وعشرين اه 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 مازال اتقعد عن اه مال على ماتش جنوب افريقيا مه هم تبع اه اه لاسف البرح معناها اه اه یعبيت تقولوا ما هوها اه اه يقولوا ليقولوا مشت grappling لا لا ما نقولشنا يقولوا هما تعادل في 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 طعم الانتصار. ما فاهماش انتصار. تعاد المشرف ايه ما فاهماش تعادل مشرف فما يتربح يتخسر. البرحخسرنا بالنسبة لの احنا تعادل بالنسبة لنا اخسرنا مية اه اه شوفنا برش برشه اخطاء هذي خبره الكوره هوم الي ينجمو ينقشو فيه. مجمو مش اختصاسي. اي مش اختصاسي. لكن انا نحب نقول انه اه حاسين انه فما خلل اه في المنظومة كاملة. الانترنور. الجامعة. الاكيب. ما فاميش طواء. ما فاميش انسيجام. ما فاميش سينرجي. ما فاميش اندسيدور. ما فاميش انترنور قوي. ما فاميش كون يحكم في التيران. اذا نحكي فيك مواطن عادي نحب نحب الاكيب ناشنال متيران. شوفنا البرح انه اه الانترنور ما حابش يربح. حابي يجيب النول. تكور. يتحمل فيها مسؤوليته. شو؟ لكن نرجع لك في حاجة. هذي مش خطأ متاعه هو كهو. هذا خطأ المنظومة كاملة. اليومة لعندنا كرة. لعندنا سبور. لعندنا منظومة. لعندك انفرستركتور. لعندك قوانين في الهيكل الرياضية. لعندك شركات رياضية. لعندك ملاعب. ولعنده هيك هي الانفرستركتور. قبرك. غيب وديع الجريء اثر على الفريقه. اكيد جدا. اكيد جدا. شوف تلعب في الافريق. والافريق كلها علاقات. والبرح شوفنا الاربيتراج. وشوفنا حتى المخرج متاع اللي عدلنا الماتش. فام ضربة جزاء. اللي مينبار ريبلاي ما تعدتش. اللقطة مينبار يجعلها. اللي هي فرصة في الديزويت. شو بدخل يا شريفية. فام عاليقات. لم يقولوش عاليقات. فام عاليقات في فريقيا فام عاليقات مع رئيس الكان. فام عاليقات مع رؤس الجامعات. فام عاليقات حتى مع الاربيتراج. مكش تلعب في الاوروبا تلعب في الافريق. وذي الناس كل تعرفوا. وغياب وديع الجري. اثر على مردود الفريق الوطني. واضح. بيه. اه. مش معناها راهو يرزم وديع الجري بالذي. معناها. يخرج. اه. يخرج. لا لا لا. الهذا امر تحت القضاء. تحت قلت القضاء. القضاء يتحمل مسؤوليته في هذا. وكانوا بريء طبا يخرج. وكانوا اه غالط يرزموا يخلص اللي عملو. اما نرجعه. غياب وديع الجري. اثر في مردود المنتخب المرحي. اه. نمشي وزيد البارح اه. نسمى تصريح اذية بتاع فرق العسكر. وبعد نعلم. ان مجلس الهيئة العالية المستقلة للانتخابات. وبعد تداول قرر ما يلي. الفصل الاول. يجعل اقتراع للدورة الثانية لانتخابات اعضاء المجالس المحلية. يوم الاحد. الرابع من شهر فيفري الفين واربا وعشرين. الفصل الثاني. تنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات اعضاء المجالس المحلية. يوم الاحد. واحد وعشرين في الفين واربا وعشرين. على الساعة سفر. وتنتهي يوم الجمعة. اثنين فيفري الفين واربا وعشرين. على الساعة منتصف الليل. الفصل الثالث. توافق فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات اعضاء المجالس المحلية. لسنة الفين وثلاثة وعشرين. يوم السبت. ثلاثة فيفري الفين واربا وعشرين. ابتداء من الساعة السفر. وتمتد الى حد غلق اخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المحلية المعنية الفصل الرابع يتم الاعلان عن النتائج الاولية للدورة الثانية لانتخابات عداء المجالس المحلية لسنة ت sacrifice 3 عشرين في اجل اقصى يوم الاربعاء سبع فيذري الفين واربعة عشرين وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات عداء المجالس المحلية اثر انقذائي الطعوم بيه كون نسما متوفيسي فوق عسكر ما لقل قصة يا ساعة ما الحزب بتاعكم شارك في انتخابات هذي ولا? اه بعض الافراد لكن مش باسم الحزب. انتي مش شاركتش. لا. عليه اه شاركت في الانتخابات البرلمانية وهذي ليه علاش? اه واحد كي يغلط غلطة ما يزمش يعودها. اه هاي بالنسبة لنا انا كنت اه نتوقع انه نتحمل المسئولية كي مش نترشح. حبيت نخدم البلاد. حبيت اه نكون على خلاف مختلف عن بقية رؤساء الاحساب اللي بريستيجو ما يسمحلوش نيابة الانتخابات برلمانية ولا انتخابات اخرى. اه حبيت نشارك ايمانا مني بالمسار هذا. اولا اه اه فما اخطاء في القانون الانتخابي. كنا حكينا عليه. كان لي درس عرفتش مع انت انتخابات. عرفت انه اليوم للاسف ما عني الشعب ينتخب على البرنامج. ما عندكش ناخبين يمشوا على خاطر فكرة. على خاطر مشروع. على خاطر رؤية. ما زالت ثقافة الانتخابات مربوطة بالانتهازية. اذا لاحظت وينها وتأكدت منه. اه ما زالت الانتخابات. بالنسبة لي انتخابات محلية. صحيح احنا كنا في الحوار الوطني كحزب التحالف من اجل تونس طلبنا بنظام الغرفتين. للراقبة. لكن مش بالشكل هذي. مش بالشكلة قانون انتخابي خلي اه سمحني معتها تروي الفري شرك. هم الكل مواطني. لكن فما انتخابات لمسئولية كبيرة. مسئولية تشريعية. مسئولية تنموية. مسئولية امام الشعب التونسي وامام الدولة. اليوم للاسف قانون انتخابي. رجع برشة من المنظومة القديمة. رجع برشة من الاخوانجية. رجع برشة من ناس اللي دمرت البلأت. فما نواب اللي نشوفهم سواء في المجلس النواب ولا اليوم المتراجحين. كانوا في العشرة السين اللي فاتوا نواب. فما اللي كان في نيدي تونس وبعد نمشى للتحية تونس وبعد نمشى للقلب تونس. فما اللي ساهم وشارك في العشر سنوات اللي نسميه العشر سنوات السوداء في العشرية السوداء اليوم موجودين اليوم القانون الانتخابي اللي جاء وهذا يتحمل فيه مسؤولية سيد رئيس الجمهورية لانه هو من صاغ القانون الانتخابي بصفة فردية ولم يستشر المعنيين بالامر نورمال ما مشتعمل قانون انتخابي في اطراف مشاركة تكون معنية بالانتخابات يجب ان تشارك حتى بالاستشارة وابداء الرعي وابداء الموقف من قانون انتخابي صيغة لبناء جمهورية جديدة بمؤسسات جديدة حبينا نشوفه برلمان برلمان مش برلمان كما نشوف فيه اليوم ما لغوز مو شو اللوم عليه اللوم عليه انو اخذا نفس المنهج ونفس الاساليب ونفس المعاملات متاع البرلمانات اللي احنا كنا رافضينها اليوم عندك انتي اعطيني اليوم عندنا اعام نخدمه مع برلمان اه نهارة اللي اسمعنا الصوت واسمعنا الصوت في تجريم التطبيع اللي هي لحظة قبل قانون المالية احنا نهارة اللي اسمعنا صوت البرلمان كانوا على اه القضية الفلسطينية ليس ايمينا بالقضية الفلسطينية بل للمتاجرأ والاستعمال القضية الفلسطينية والام الشعب الفلسطيني لتا موقع جديد فما اطراف البرلمان اللي تخدم في حملة انتخابية لسابقة لقوانها فما ناس اللي حبت مع تضربتها الساذجة وتبعوا بعض الاطراف البرلمان اللي حبوا يخليوا رئيس الجمهورية في موقف محرش شفنا تعامل سيد رئيس البرلمان سيبراهين بودربالا اه وتصريحه الشهير بالنسبة لعدم تمرير قانون التطبيع ومسئولية رئيس الجمهورية في هذا للأسف ما هوش البرلمان اللي يخدم الشعب التونسي احنا كنا نسانيو في قانون مالية جبتل على قانون مالية شفنا نسانيو في حاجات تخدم جلب الاستثمار التونس شفنا لحظة لا لا فما قوانين تعاملت في البلاد غالطة وفما قوانين قديمة يزنها تتبدلوا فما قوانين تعاملت على القياس ما شفنا همش تبدلوا ما شفنا همش جبضوا على قانون الصرف اللي هو ما زالنا نخدمه بالقانون تاثين وخمسين اللي اليوم الشباب التونسي متدمر في جرة قانون الصرف اللي في البلاد اليوم نستنعه في قوانين تشجع المستثمر الاجنبي وجلب الاستثمارات نلقه روحنا احنا اليوم في قانون مالية يزن نجيبه عشرة مليار دينار من الدول الشقيقة والصديقة سامحني شكونا الدول الشقيقة والصديقة اللي عندك انت مش هاتيوك عشرة مليار دولار فما ديبلوماسية اقتصادية كاملة تخدم الخدمة هذي احنا اليوم ما عندناش احنا كانت فما خطة كاتب دولة مكلب بالديبلوماسية الاقتصادية يذي ما فاماش صحيح حسين نبيل عمار وزير الخارجية قاعد يخدم في خدمة كبيرة حسين الديفيرينسة في العمل الديبلوماسي في وزارة الخارجية وقت اللي يتقلد المهام من فترة لكن لا ديبلوماسية ايكوناميك ما حنشوفه فيها احنا تجي تقول الدول الصديقة والشقيقة انت حتى الدول الصديقة والشقيقة اه عطيجي منحس في البرلمان وزارة المالية وقت اللي خرجت على دول الخليج اللي قاعد لك رافض مرة وافض الدول اللي تنجم تستثمر خاطر الاتحاد الاوروبي اليوم صحيح شفنا تحركات مع روسيا والصين وكوريا والسعودية في بمناسبة اللجنة المشتركة بين تونس والمملكة صحيح وقدمت مليار دولار دعم للاستثمار هذي يكون تجي متخدم علي مقتلية تخرج سيدة وزيرة المالية تقول انه فما دول الخليجية منعت التحقيقات في في اه الاموال المنهوبة ولا بعثنا تسع وتسعين طلب جاوبونا كان على ثمين تحكي على هلمانيا ايضا لا تحكي على الامارات ايه لكن مش كان الامارات يلي ما جاوبتكش يلي من ناحية اذا كان اخذينا كلامك كامل كما هو انت بريسك العالم كامل ما جاوبكش سويسرا هلمانيا فرنسا قطر تركيا لندن امريكا مسؤوليت شكون يدي مسؤوليت سياسة الخارجية تابع شكون الدولة لا ماش تابع دولة تابع شخص ايه نحكي لك مسؤوليت الدولة مش معين انت مسؤوليت الدولة فما عندك وزراء معنيين بالشأن الاقتصادي والمالي والديبلوماسي تحركاتهم ما كانتش صحيحة احنا فما دول اللي رفضت على خطر بعثين المطار البمتاني لاسترجاع الاموال بالعربية وانتي تعرف ليا دولة فرنكوفونية ولا دولة انجلوساكسون هذي حاجة لديبلوماسية عندها دور كبير رئيسة الجمهورية عندها دور كيف يشترون؟ على خطره المسؤول على العلاقات خارجية هو مسؤول على الدبلوماسية التونسية ولكن هم خليهم لكن سمحني اذا كان هم خليهم اذا كان انت حاس برأيك انت هم غالطين الوزراء هذوما ورئيس الجمهورية مازال مخليهم في مكانهم دونك سيكويلوزم بالكشي انت غالط مش هما نجم اي نجم ممكن انا غالط تفسيري هذا نجم ممكن انا غالط واذا كان انا غالطة ونعتذر لكن انا اللي قاعد نشوف فيه اه واقع الواقع شي يقول انه ما راجعناش فلوسنا انه ضربنا علاقاتنا بالدول القريبة لنا انه الحكومة هذه لازمها تتغير خاطر جاك في وضع معين ونقول واللي نشحت فيها اوكي لكن اليوم اه ما عادش لها لازمة ما عادش لها لازمة بطبيعة احنا شل شنو اللي مانا رئيس الحكومة ماذا كي تسمى في اوترا ربي عينو رئيس الحكومة لا لا كي تقول لي انت رئيس الحكومة غيرت اي وش عملت ملأ وجاملية يخي كان رئيس الحكومة اه تحكي الوزراء رئيس الحكومة هو شيف ديكيب خاصة في ظلب نظام رئاسي يعني السياسات الدولة والرأس متاع النظام التنفيذي في البلاد عند رئيس الجمهورية مش عند رئيس الحكومة انت غيرت رئيس الحكومة وجبت سي احمد الحشاني ما نعرفوش ما عنديش عليه خلفية كبيرة مكن هنا جميعين نجح كي ملأ مكان بي ملف معين نكلفو به رئيس الجمهورية قاعد يخدم فيه بيه اوكي لكن انا عندي دولة راني عندي حكومة لازم اتخدم نحكي وزارة اخرين رأوا الفل مثلك الوزارة الوزارات هي فريق العمل انا تجيب لي ان بون انترونور ان بون انترونور و جوار التعبين ما عندي ما نعمل بيهم انا اشوف انا تنجيك الاحكومة كيفية جات في الفين وواحد وعشرين جات على خاطر صار عندك فراغ في البلاد لا عندك برلمان ولا عندك دستور ولا عندك حكومة ولا عندك حتى شي وعندك مرافق عمومية وعندك وزارات وعندك ادارات لازمة تتسير لذلك جات حكومة سيدة نجلة بودن بكفاءات تقنية ادارية كاناش موظفين لقينهم وزراء لتسيير المرفق العام اليوم وقت اللي وصلنا لمرحلة انه صار عندك برلمان وصار عندك دستور ولا عندك نظام رئاسي وكل شي توضح والليت عندنا الاجبارية لانه تتغير هذه الحكومة تسيير المرفق العمومي وتسيير الشؤون الادارية للبلاد الى حكومة للانجاز وحكومة للبناء وحكومة ذات رؤية سياسية وحكومة ذات برلمج واضح وعندها الكفاءة لتحقيق هذا البرنامج اليوم فماشي دولة حكومتها ما عنديش رؤية سياسية ما فماش يلزم انتي باش تبني البلاد لازم حكومة سياسية عاد السياسة فيها الرئيس وتكمل الحكومة الحكومة زادتان في السياسة هو الي يسر عليه خاطر السياسة يقولك فما دولة واحدة رئيس الجمهورية وانا هو هو اللي يسطر يسطر الكياس ثم تدخلوا في الكياس باش تنفذوا اللي انا خممتي هذا اللي قاعدين يحبو يمشي قال ايزم انا نسطر اثنية وانتوما تبقوا اللي انا نحب نسطره دولة دولة واحدة رئيس الجمهورية الدولة دولة واحدة ورئيس الجمهورية هو اللي يضع السياسات العامة للبلاد وهو اللي خلي التواجه كامل البلاد وين تحب تنشي كانوا نجح فيه طو يعودوا ينتخبوه المدة نيابية ثانية المدة رئاسية ثانية كانوا فشل فيه يتحمل مسؤولية الشي هذي هو يتحمل خلنا نرجع ليه هات سنعت انتي خلت تقول كلمة هذي ونعديها نضيحة ولا فشل بالنسبة لنا احنا من 25 جولية نجح في اشياء ولم ينجح بعد في استكمال اشياء الثانية اللي هي مش نحكيوا على فشل الا ما توفى العهدة اللي هي الشأن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد اللي هي الحاجات اللي اللي مع المحاسبة احنا الحاجة الوحيدة الاستقرار السياسي في البلاد الناس اللي عبثت بالبلاد اليوم ما في بلاستها الناس اللي عبثت في البلاد اليوم قاعدت تتحاسب الناس اللي ناوية تعبث بالبلاد في ملفات فساد شدت فران خطر ولاد خايفة وعرفت انه فما قانون يطبق في تونس ولا احد فوق القانون هذو ما باهية مسألة سيادة الوطنية لانه في العشرة سنين اللي فاتوا تونس ولاد كولوار كورندير ضرب البلاد من كل جهة داخلين خارجين كس كس اليوم اللي اليوم ما ولت عندك دولة قائمة الذات بسيادة وطنية بقرار سيادي بمواقف دولية يتقرر الحساب هذي حاجة باهية اليوم المستثمر خرجي المستثمر الاجنبي اللي يحب يستثمر في البلاد ويحب يجيه لتونس ويخلق مشاريع موجودين علش على خاطر عرف انه الفسادي تحارب في تونس خاطر فما معناها باش نجيه ونستثمره لكن عليش ويقف على خاطر فما الاخفاقات اللي ما كاملهمش رئيس الجمهورية اللي هما كيما الحكومة كيما سد الشغورات في الوزارات اليوم ما كي نحكي على الاستثمار اللي هو اهم شي في البلاد خاطر الاستثمار هو اللي مش يدخلك لفلوس البلاد وكي تدخل فلوسه وتطلع في مؤشر التنمية هو اللي مش يخدم يخلق مواطن الشغل هو اللي مش يخلق الثروة مرلشكو مش يجيك اما مش يجيك لوزير الصناع يلقى ما عندك شو زي ولا يجيك لوزير الاقتصاد والاستثمار ما عندك شو زي ولا اه اتفاقيات للتشغيل في الخارج خاطر اليوم على تندنس سورتول كندا وبعض الدول الأوروبية مش يجيك لوزير التشغيل ما عندك شوزير تشغيل ايه ما هيش اولوية حسب رأي ما هيش اولوية وقت اللي نشوف انا ولايات كبيرة اللي فيها نسيج اقتصادي مهم وصناعي وفلاحي ما غير وليت. وفيها مشاكل ما غير ولي. نقول لك فما خلال. لهنا اليوم يجب على رئيس الجمهورية ان يتدارك هذه الاخفاقات. انه يشدوا الشغورات في المناصب اللي اللي هي الشغراء. مش بالولاءات لكن عن طريقة عن بالكفاءات اللي موجودة في البلاد اللي تنغش بالكفاءات. مش كونش الناس اللي يخدموا الحملة الانتخابية. والله اعلم مش كون اللي قاعد يعين فيهم اليوم في المناصب السياسية. هذي. اليوم عندك وزراء اللي بين بالكشف فشلهم في الوزارات متاحهم. وهذا يبي شهدت رئيس الجمهورية. ايه هوم غيرهم. وقت اللي نشوف احنا سيد رئيس الجمهورية يتنقل لمستودعات وزارة النقل. ولم يقل بعد وزير النقل. نقطة استفهم. كنشوف وزارة السياحة. والموقف رئيس الجمهورية في في لقاء كان مباشر مع وزير السياحة. ولم يقله بعد. اه تتسائل. كتشوف انتي اه تنقل وزير رئيس الجمهورية لاستاد المنزة والمشآت الرياضية. تقول فيش ما زال يعمل. كتشوف انتي وزارة الثقافة. والفضائح اللي صارت في المهرجانات سنة في الفين و و و و و و و تلاثة وعشرين. تقولش بها ما زالت لهنا. سلينا. اه العديد من المشاكل اللي اليوم لازم نستعجل في حلها. بيه من ايه. نسمحوا الاكسترية جاي خطرت اوش بدلي على رئيس الجمهورية. الموضوع هذي يهم رئيس الجمهورية ويهم كنتي سي سرحا. طب. الباب متاع الانتخابات الرئاسية في قانون الانتخابي. لم يقع لا تعديله ولا انغاءه. وبنفس الشروط. ثم فقط اكدت عليها زو الشروط واردة في الدستور. شروط جديدة واردة في الدستور. لو شرط الجنسية. وشرط السن. هذهم هما اللي بشو قعطت بيقهم كشروط جديدة فقط. ايه ما بالامكان تعديله ام لا. القانون هو نفسه بتاع 14. بامكان ما سنون شعب يعبده او لا. يمكنه عدم تعديله. لانه نفس الشروط هي بيدها. مش بيجيب حاجة جديدة. وعن الشرط. من المفروض ما يتمسش في الممارسات حتى اه خاطر ان اشوف. نفس الشروط هي موجودة. الشروط شو بيجيب شروط جديدة. ثم الشرط الجنسية. وثم الشرط متاع السن. الوردة بد نصور كنص اعلى يتطبق. مش مشكلة. معنا بالاضافة الى الشروط الوردة بالقانون. ميش اشكال. به. كان هذا في اه برنامج راندفو نوف مع زميلة ملك بكاري. محمد تلي منصري قال لك ان القانون انتخابي هو بيدو. والانتخابات الرئاسية بش تقافي وقتها? وشنو تعليقك على الكلام اللي قالوا محمد تلي منصري. اولا من انتخابات الرئاسية لزمها تصير في وقتها. ايبا. فما. عليش يلزمها? يلزمها تصير في وقتها. عليش? على خاطر العهدة الرئاسية تدوم لخمسة سنوات. فمش كون دا يحسب من دستور من اه اتين وعشرين. ايه هذوما هذوما هذوما. سمعتو. خلق خلنبدأنا سبع عشرين نردوها. هذوما للأسف في كل اه مرحلة سياسية في البلاد كيمة وقت برقيبة كيمة وقت بن علي كيمة وقت الاخوانجية كيمة وقت المرزوقي كيمة وقت البيجي قاية السبسي كيمة كل وقت. كيمة اليوم في وقت الاستاذ قاية السعيد. تخرج لك مجموعات توفيليات توفيليات يعيشوا من نظام هذك. انتي تحكي على ناس خرجت قالت رئيس الجمهورية يلزموا يعمل انتخابات في الفين وسبعة وعشرين. اللي هو حزب اه تأسس في جانفي هذية اسمه حزب مسار خمسة وعشرين جويليا. في عملية تحايل سياسي جديدة كيمة عملها يوسف الشاهد هيك العام وقت اللي عمل حزب اسمه تحية تونس. وكأنه كلمة تحية تونس هي حكر على يوسف الجائز شاهد ومن ولاه. اليوم مسار خمسة وعشرين جويليا اصبح حكرا على هذه المجموعة اللي رئيس الحزب متاحك يجبوه درنيل ما في آآ برنامج آآ في شمس افام اظن قالوا له آآ آآ كيفاش انتم حزب الرئيس قالوا wee احنا حزب رئيس احنا حزب رئيس الجمهورية. قالوا رئيس الجمهورية ما عندوش حزب ويرفض. قالوا حتى كان يرفض احنا حزب رئيس الجمهورية. وقت اللي يحكي ويقدم في الحزب متاح وحزب حركة مسار خمسة وعشرين جليا. يقول السيد رئيس مسار خمسة وعشرين جويل. هو صحيح? رئيس الجمهورية هو اللي قام بخمسة عشر جويلة. وكأنه ينسب فيه لرئاسة الحزب الجديد في عملية تحويل واضحة. ليلة جفيل ما تحركتش وما قامتش بالنيابة العمومية ما وقفتهمش عن تحدهم. تتحمل مسؤوليتها. لا. معنى اذا كان انا تنسب الى رئيس الجمهورية حاجة ليه مش تبعدتو. نور مال مون يبقى عمية تتحرك فيه ضروريز جمهورية روزة. به. رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية خرج برشة مرات. وقال ما يتحدث حد باسمي. وعلى لساني. وما يمثلني حد. وما عندي حتى حزب وراية. وما عندي حتى مجموعة اه ننتميلة او نسق معها. وهو قال هذي اه رئيس الحزب ولا من عام الحزب. قال انا اه في اتصال غير مباشر برئيس الجمهورية. معناها غباء سياسي وانتهازية وتحايل سياسي. اعتيني الانتخابات الرئاسية. القانون الانتخابي قالك يوقد بيدو نزيدو كان السن والجنسية. اول حاجة اللي هو هو ما يتغيرش. تبدل السن والجنسية تغيرت في الدستور الجديد. اي القانون الانتخابي ما هواش اه قرآن كريم ما يتبدلش. وشوفنا انو رئيس الجمهورية. بطبيعة. كيفاش يقول لي. هدو اقولك. اليوما رئيس الجمهورية شنو اللي يعمل. وقت اللي يلقى فاما خلل يدرك. شوفنا اه اه نص متاع الصلح الجزائي. كيفاش تغير مؤخرا. علاش? على خطر فالقاه فيه اخلالات. بيه. اليوما رئيس الجمهورية عنده قانون انتخابي. اه. شو اللي يغير فيه حاسب رايك? هو تغيره فيه مقتين مع ته السن. اه. ولا اربعين سنة. لا شنو قتل يزمو يتغير قانون. يتغير للانفتاح. كيفير? للانفتاح على الطابقة السياسية. اليوما قانون انتخابي اللي عنا في البلاد. يقصي الاحزاب. اه. تحب ولا تكره. اه. والحمن. بطبيعة يلزم ترجع. فماش بلاد بيدون اعزاب. لا دستور الفين وبرتاشر ما هو قال لك يقعد نفس القانون الانتخابي اللي تعمل في الفين وتسعتاشر. اناك ما يقصيش الحساب. بالنسبة للقانون الانتخابي متاع رئيسة الجمهورية. اه. ما يقصيش. قال لك نفسه هو بيدو فما كان زوز في حاجات تتزاد هي السن ولا الجنسية. اما الباقي يقعد كما الفين وتسعتاش. هذك قال وتوت اما كنت اسمع فيه. اي 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 اسمعتو اسمعتو سيتليل المنصري. ولا انو ولا واحد على سيتليل المنصري ولا سي اه فارقبو عسكر. ولا يتكلموا فيه ديما عرفتك اللي يقول لك اه حجرة وصورة ياسين. عندهم الارتنك الاربعة وخمسين. ما شاء الله معناتها. هزو ازبك بتهموا الانتخابيات الياسية? اه ما زلنا ما نعرفوش. ما تعرش ما نعرفوش مش شركين فيها وقلا لا. مش نقدموا مرشح وقلا لا. هلاش ما ونجمون سندو مرشح اخر. ونجمون سندو مرشح اخر. نجمون سندو قيس سعيد. ونجمون سندو قيس سعيد. وقتش نسندو قيس سعيد. وقتش اي. ورا. احنا عنا اشكالية مع اه النظام حاليا. في الحكومة. يبدل الحكومة اكتصادي. اه. اذا كان رئيس الجمهورية. خطر احنا حاش نبيه يكمل مشواره. وينجح فيه. باش مش ينجح مش وحده. يجب ان ينجح بفريق عمل قوي. بفريق حكومي وادارات قوية مسؤولين قويه. ومستشارين. اذا رئيس الجمهورية انخرط في هذا المشروع الاصلاحي للاقتصاد والشأن الاجتماعي والثقافي والرياضي وما الى ذلك. وجيب كفاءات تهزم عهدن القفة. ونجم ينجح بها في المستقبل ويحقق انجازات لتستجيب لانتظارات الشعب التونسي. مش نسندو. اذا كان عين. اذا كان عين سرحان الناسري تبشيوا معه. لا ما يعينش سرحان الناسري. ايه. من تخيلش انو رئيس الجمهورية. ايه مش خلق شخل. ايه. او الحاجة رئيس الجمهورية ما يعينش رئيس حزب خاطر لا يعترف بالاحزب. دكت. باش نبداو حاجة. ثاني حاجة اه سرحان الناسري تعاين وزير في ظل حكومة كما هكا مايقبلش. به. اه نمشيوا لاخبار اه توا مع سهيلة ونرجعوا نكملوا حوارنا بعد الاخبار.